بعض الناس بظن انه احنا نتنبأ بالغيب لا احنا نستقرأ القرآن فندهشنا من موافقات ما منقدرش نقول مية بالمية بيحصل احنا منقولش مية بالمية بيحصل احنا ملاحظين في القرآن اللي هو تفسيء وكل شيء انفصلناه وتفصيله موجود موجود بشكل مدهش كن قال لك انت بتنبأ بالغيب هذا النوع من السذاجة احنا نتنبأ بالغيب ولا منستنطق القرآن سورة الكهف قصة الكهف 18 آية في سورة الكهف وسبق قلنا انه السورة هي سورة 18 في ترتيب المصحف وكام من آية قصة الكهف 18 طيب ام حسبت ان هاي بدات القصة لعند قول الله ولبثوا في كهفهم شو الجواب بعد ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة يعني قديش ثلاثمائة وتسعة عدي الكلمات ام حسبت ان حتى توصل ولبثوا في كهفهم تتفاجأ انه بعد كهفهم شو فيه الكلمة رقم ثلاثمائة وتسعة الكلمة رقم ثلاثمائة وتسعة تأتي بعد كهفهم معناته بعد كلمة بعد جملة ولبثوا في كهفهم شو بيجي ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وشو بيجي الكلمة ثلاثمائة وتسعة فكان اذا هذا بيدل على انه ممكن مرات الكلمة ترمز الى سنة ممكن الكلمة ترمز الى سنة هايو ثلاثمائة وتسعة كلمة ثلاثمائة وتسعة صدفة في القرآن في شي صدفة هذا في الكتابك انت في صدفة في الله كتاب الله كله مراد يعلم الله ولا لا يعلم يعلم بيعلم في كتابه ولا مبعلم بيظضف في كتاب الله شي لا يظضف كتبنا بظضف ممكن يظضف في كتبنا اشتركوا في القناة وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكون الأرض فإذا جاء وعد الآخرة تجيئنا بكم لفيفة وقلنا لكم أن وعد الآخرة لم يرد في القرآن إلا مرتين في البداية والنهاية معناته من البداية للنهاية هاي فيه إشي فبديت أعد الكلمات وقتها ما كانش يعني فيه برامج كمبيوتر هذا الكلام سنة 92 وآتينا موسى الكتاب وأنا بعد انتبهوا الآن وهذا مهم وأنا بعد كان في ذهني رقمين أو عددين يعني 2022 أو 1443 يا الهجرية الميلادي عد فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة الآية 104 وإذا عدد الكلمات 1443 هاي أول قضية هاي أول قضية انتبعت من وين مسكت المسألة؟ في النبوءة لعند آخر كلام في النبوءة قبل يعني بعدين بصير التعقيب عن النبوءة 1443 1440 كلمة طيب وموسى عليه السلام ايش يقول يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم خذوا من بعد هذه الآية لأنه مين المقصود فيها الأرض المقدسة؟ فلسطين في آية غيرها؟ فيش خذوا من بعد هذه الآية 1443 آية شو بكون؟ جئنا بكم لفيفة إذن يلتقي هون 1443 آية بعد قوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترد بشيك خذ بعدها 1443 آية إذا انت في الآية 104 وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعدوا الآخرة جئنا بكم لفيفة وإذا الكلمة لفيفة هي الكلمة 1443 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة لسان عربي مبين وطالما انه الجمل من اختراع العرب وطالما العرب اقل شيء 1600 سنة قبل الاسلام بتكلموا في الجمل معناته ممكن القرآن فيه تفضلوا واذا في مئات الامثلة في القرآن معجزة كمان فيها جمل فاللي بقول دليلك انه الجمل موجود في القرآن موجود في اكبر من هيك دليل لما يكون في القرآن موجود شو يعني شو يعني يعني لو ورد حديث صحيح قال صحيح قال فيه في القرآن جمل بيكون اش اقوى من انك تجد في القرآن مئات الامثلة في الجمل لانك القرآن تستنطق القرآن موجود نظام موجود فلما حسبت بقراءة ورش فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفة واذا مجموع الجمل الفين واثنين وعشرين اي الصدفة التانية واذا المجموع كام عجيب كلمة لفيفة كلمة الآية اللي فيها لفيفة تطلع الآية الف أربعمية ثلاثة واربعين من عند يكوم يدخل ارض مقدسة وتطلع لفيفة هي الكلمة الف أربعمية ثلاثة واربعين ولفيفة هي لتكمل في الجمل فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفة الفين واثنين وعشرين طيب شو بعقب سبحانه وتعالى وبالحق انزلناه وبالحق نزل كلمة لفيفة في النبوءة 1300 من أول 1443 معناته وبالحق شو رقمها قول وراي 1444 انزلناه 1445 وبالحق 1446 نزل 1447 مجموعة هذور 5782 شو هو ال 5782 هذا التاريخ العبري في 2022 العبري والهجري والميلادي اجتمعوا في حارة وحدة معناته القضية تستحق البحث هذا ليس الدليل هذا ليس دليل هذا ليس دليل هذا معناته القضية تستحق البحث ولما بدأنا نبحث من سنة 1992 ل2013 ل2013 المعطيات الموجودة الآن لا بك فيها لا كتاب ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة كل رقول 2023 طب العية اللي تساوي جمل المسجد الاقصى انت بتلاحظوا القرآن تكتب فيه مسجد الاقصى ايش الاقصى الف هذه قيمتها واحد ولو كتبت مكسورة يعني كتبت يا هذه قيمتها عشرة هي مكتوب الاقصى شو جملها 361 فقلنا بدنا نروح للآية 361 في المصحف ونشوف شو علقة جملها بالفتوحات الثلاث اني ثلاث 636 عمر مخطاب وكانت 15 هجري 1187 صلاح الدين وكانت 583 هجري و2022 بتكون 1443 إن حصل تمام فيه ثنتين منعرفهم واحد منعرف هاش واذا جمل الآية 361 التي تساوي جمل المسجد الاقصى جملها مجموع الاعداد التالية 636 فتح عمر 1187 2022 ممتاز على طول على طول روحنا لوين سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير شو أخذنا بعدها بعد هذه الآية 361 آية المسجد الأقصى 636 فتح عمر 1187 فتح صلاح الدين لآخر المصحف قداش بيقير قولوا أنتو 2022 الهيوم اللي دخل في صلاح الدين اللي نعرفو مية بالمية كان يوم جمعة مية بالمية بنعرفو كان يوم جمعة 277 خمسمية ثلاثة ثمانين هجري 1187 عارفين شو مجموع هذا؟ كمان مرة 277 خمسمية ثلاثة ثمانين هجري 1187 عارفين مجموع هذا كم؟ في 2020 يعني أنه صلاح الدين كان يوم جمع في 2020 وبأسفل قلواناً سيصحة في قائمة الحكومية وقام الوصول على قائمة الإسرائيل يقوم باستمر 10 لن تقول السيئة إذا استمرت المور وعلى ما هي عليها لا نعتقد أن إسرائيل ستظل موجودة بعد عام 2022 أنا أقول أن إسرائيل بايدا إن شاء الله في القرن القادم في الربع الأول منه طب التحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة